فاكر معاك انا قلت ايه قلت انا من اول يوم قلت هتبقى تجربة نجحة النادي الاهلي الالمان السويسريين دول بيبنكحين جدا معاه لان عندهم انضباط وعندهم اصرار وعندهم توزيع مهام كل واحد عارف دوره وكل واحد عارف شغلانته ايه بيبقى حريص جدا ودقيق جدا ما بيسيبش حاجة للظروف علشان كده هي دي المدرسة اللي بتنجح مع النادي الاهلي ارامل العصور يعني وكت متفائل جدا وفعلا ما خيبش رعائي واللي عجبني فيه اكتر انه هو متحمس يعني بيقولك انا جعان بطولات انا عايز بطولات فعلا هو زكي يعني انسان زكي لما واحد يلاقي النادي الاهلي كل النادي من اول رئيس النادي لغاية اصغر واحد بيشتغل علشان خاطر يخلي الفيرة كويس عشان الفيرة تكسب بطولات وما يستغلش المكان ده وما يستغلش النادي ده انه هو يعمل بمجد شخصي لنفسه يبقى غلطان طبعا لكن انا شايف انه هو تجربة نكحة جدا 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 سامي كمان مساند بشكل كبير كالسيد عبدالحفيز مساند بشكل كبير الجهاز واضح الامور متغيرة بشكل كبير جدا 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 عن السنة اللي فاتت وده باين كمان على اللعيب نهاردة بمناسبة السنة اللي فاتت بيتسو مرسماني نشر تهنئة للأهلي قال مبروك للأهلي وقال انه هو بارك طبعا لمجلس الادارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب وللعبي الأهلي وقال انه للجنود الحمر وقال ان هذا الفريق يعرف جيدا كيف يفوز بهذه البطولة منذ زمن بعيد روان هذا الرجل كان من أسباب ربما عودة الأهلي إلى التتويجات الأفريقية بعد غياب استمر السبع سنوات لكن له ما له وعليه ما عليه لانه حتى هذا اليوم له المحبون جدا وله المنتقدون بقوة صح مستر رابيتسو موسيماني بعد ما الأهلي خد أفريقيا سأل الزميل محمد طه مرسل الصديق الزميل طبعا مارسيل كولر قال له جمهور الأهلي عايز كسر علم للأندية كولر راح الراجل ومشي الدحكة دي ازاي بتفسرها كابتن هاني ما ينفعش يجاوب لأنه هو ذاكي لو جاوب بآ وهو ده حلمنا وأملنا حط على نفسه ضغوط رهيبة لغاية البطولة لو قال لها ما ينفعش صدرت الإحباط وصدرت اليأس الفرقتك والجماهيرك والنادي بتاعك قبل البطولة ما تبدأ وهتنكد عليهم في يوم إن هم فرخانين فيه طب إيه اللي في بالك يكون جواه بقى بما إنه ما أجبتش ولا بالقاء ولا باللقى واكتفى بالضحكة مسهلة طبعا أنت هتلاقي بأفضل فرقة في العالم يعني يعني مين اللي حيمس كهلن ده ده مساء يعني يعني عادي إن نجيب ياسر ومحمد أمين حطوه بقبعد عشان يعرفوا يمسكوه لكن هي القصة مش في كده هي القصة مجرد إن انت اسمك بيرتبط دلوقتي وبتردد في كل العالم والتهنئات اللي عمالة تيجي للنادي الأهلي وإن أنت كمان هتلعب البطولة في السعودية فهتبقى الجمهير المصرية هناك في السعودية بتشجعك ووقفة معاك وبتسندك وفي وسط يعني العالم كله حيبقى بيشوفك ده 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 الفخر وده دي العزة وده الكرام وده وده الإنجاز وده التفوق اللي النادي الأهلي بيسعاله اللي أنت اسمك يتقال في العالم أنت بتنطح في مين دلوقتي خلي بالك أنت عمال بتجري وراء ريال مدريد أكبر فريق في العالم حصل على بطولات فأنت عمال تجري وراء فمجرد إن انت بتفكر في الكلام ده وبتفكر في البطولات ده الواحده دي بطولات بعد ما توجي الأهلي بأفريقيا وبيقترب من حسم لقب الدوري ده غير اتنين سوبر وواحد كاس لسه محتاج مهاجم؟ أه مهاجم باكلفت مع علي معلول طبعا يسنده ويساعده الأهلاوي المصري يعني محتاج جناح ممكن أنا وجهة نظري مساك لأن محمد عبد المنعم ممكن يعني وارد بشكل كبير إن هو ممكن يحترف يعني الإمكانيات والحضرات تحت محمد عبد المنعم لأ تأهله الاحتراف وفي نادي كبير كمان أوروبيا ولا خليجيا؟ لا لا أوروبيا أتمنى الاحترافات كلها للعيبة حتى حمدي وحد أي حد تبقى في أوروبا ما تبقاش في أوروبا حتى لو السعودية يعني السعودية بدو صنفها لسه خليج ولا تقدر تغير تصنيفها؟ لا 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 السعودية بدأت تخرج خلاص من الدول العربية والخليج طبعا اللعيبة اللي عملها بتروح كل يوم دي لا خلت الواضح يبقى مختلف يعني اشتركوا في القناة